اشتركوا في القناة ومشاهدين الكرام نحييكم ونقدم لحضراتكم حصيلة الأخبار الأسبوعية من شيع ويفز نبدأها بأهم العناوين المراكز التابعة للمرجعية الشرازية في مختلف ربوع العالم تحيي الذكرى الأليمة لاستشهاد الإمام الصادق عليه السلام وفد من مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية يلتقي قائد عمليات كربلاء ويبحث معه الجهود الأمنية لحماية المدينة والتصدي لجائحة كورونا أمين عام الناتو يؤكد أن العراق خط الصد الأول ضد الإرهاب العالمي ويشيد بجهود القوات الأمنية العراقية بسبب كورونا السعودية تقرر تنظيم أداء مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة جدا من الإجاز مشاهدين إلى تفصيلات الأخبار أهلا بكم أقام مكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى أسي صادق الحسيني الشرازي في مدينة كربلاء المقدسة أقام مجالس العزاء بذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام وارتقى المنبر الشريف في المجلس الأول حجة الإسلام الشيخ زهير الأسدي وتحدث حول جوانب مهمة من شخصية الإمام الصادق عليه السلام والتحديات التي لقاها من قبل الطغاة لسيما المنصور الدوانقي فيما تطرق الخطيب في المجلس الثاني حجة الإسلام الشيخ مازين التميمي إلى جوانب من سيرة العطيرة الوضاء للإمام الصادق عليه السلام مؤكدا على ضرورة إبراز حياته وسيرته الوضاء أحيط المراكز التابعة لمكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى أسي صادق الحسيني الشرازي حول العالم أحيط ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام حيث شهدت مدن كربلاء المقدسة وبغداد وطهران وأفغانستان والسويد ومدى غشقر وإستراليا شهدت تنظيم المجالس العزائية في مكاتب ومراكز المرجعية بمناسبة الذكرى الأليمة فيما حضر مجالس العزاء شخصيات دينية واجتماعية وجموع من أتباع أهل البيت ومواليهم هذا وتخلل المجالس إلقاء محاضرات دينية صلطت الضوء على جوانب من سيرة الإمام الصادق عليه السلام وما تعرض له من ظلم وعدوان في سبيل نشر الإسلام المحمدي الأصيل أفاد حقوقيون نقلا عن عدد من معتقلين رأي في سجن جو المركزي أنهم حرموا من إحياء ذكر استشهاد الإمام الصادق عليه السلام على الرغم من تقديمهم طلبا كالمعتاد وذكر المعتقلون أن طلبهم رفض بحجة أنهم يرفعون شعارات مثل إننا للموت عشاق الحسين وهيهات من الذلة كما تم تهديدهم بأنه في حال سماع صوتهم فإنهم سينقلون إلى الحبس الإنفرادي على شكل دفعات وسيحرمون من الاتصال ما اضطرهم إلى إحياء المناسبة بشكل منفرد في كل زنزانة مع الوعيد المتكرر بالعقاب وفي السياق ذاته ضج المبنى رقم أربعة في السجن بأصوات التكبير والصراخ بعدما قام عناصر بالاعتداء على المعتقلين فيه ومنعهم من إحياء المناسبة يذكر أن إدارات السجون تمنع المعتقلين من ممارسة الطقوس والشعائر الدينية بدوافع طائفية حيث تفرض عليهم عقوبات جماعية عند إحيائها على الرغم من أن هذا هو حق لهم تكفله كل الدساتير الدولية والأعراف الإنسانية زار وفد من مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية قائد عمليات كربلاء المقدسة اللواء الركن علي الهاشمي حيث تحدث الطرفان عن آخر المستجدات الأمنية والحزام الأمني لتأمين المحافظة المقدسة وجهود القوات الأمنية الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا وأكد الوفد على استعداد المجموعة الإعلامية الكامل لدعم جهود القوات الأمنية خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العراق والعالم مشيرا إلى أن التعاون والتكاتف بين الجميع سيسهم باحتواء الأزمة فيما أشاد الهاشمي بدور الإعلام المهم والجوهري في مواجهة الأزمة الراهنة من خلال بث الوعي وأرشاد المواطنين على الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية مؤكدا أن القوات الأمنية تبذل ما بوسعها رغم كل التحديات والإعلام هو صوت القوات الأمنية استقبل مسؤول مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للغاثة والتنمية حجة الإسلام الشيخ مصطفى المحمد في مدينة كربلاء المقدسة استقبل مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء ومدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الدكتور خالد العرداوي وناقش الطرفان واقع الأيتام في محافظة كربلاء والعراق بصورة عامة وضرورة إيجاد الحلول الناجعة للحد من فقرهم فيما استعرض الشيخ المحمدي الواقع المرير الذي تعيشه عوائل الأيتام مؤكدا على ضرورة إيجاد وقفة موضوعية وإنسانية تجاههم معتبرا العمل من أجلهم واجبا أخلاقيا ووطنيا قبل أن يكون شرعيا مضيفا أن مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام بصدد مشروع يحتوي الأيتام بعنوان مشروع التخطيط الاستراتيجي للقضاء على فقر أيتام العراق كربلاء المقدسة أنموذجا وتسعى المؤسسة لإطلاق المشروع حديثا مؤكدا على ضرورة تلاقح الأفكار للمختصين والمعنيين من أجل أو من عموم أبناء البلد من أجل إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه المنشودة من جانبه أبدى دكتور العرداوي إعجابه وتفاعله العالي مع المشروع وآلياته المخطط لها بعد أن استعرض جملة من التصورات والأفكار التي تنسجم مع المشروع وتعزز من ثقله القانوني والإنساني معربا عن استعداد مركز الدراسات بجميع كوادره لتقديم كامل الدعم والمساندة لمؤسسة مصباح الحسين بجميع مشاريعها الوطنية الهادفة نفذت لجنة التبسم الخيرية التابعة للمرجعات الشرازية في مدينة كربلاء المقدسة الدفعة الثانية عشرة من توزيع سلات المواد الغذائية على المتعففين حيث وزعت اللجنة كميات من سلات المواد الغذائية على المتعففين في جزيرة قشم الإيرانية احتوت السلات على المواد الغذائية الأساسية هذا وتقوم اللجنة بهذه الفعاليات الإنسانية والخيرية انطلاقا من وصايا المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشرازي بضرورة دعم المتعففين خصوصا في أيام تفشي ومكافحة وباء كورونا أفتى المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض بوجوب لبس الكمامات والقفازات مع تفشي فيروس كورونا وفيما أكد أنه واجب إنساني استغرب من كيفية الشك في الحفاظ على النفس والعائلة وجاء في استفتاء وجه لسماحة المرجع الفياض إنه بعدما تزايدت أعداد الإصابات بجائحة كورونا في العراق خلال الأيام الماضية بسبب عدم التزام بعض الناس بأخذ الإجراءات الاحتياطية من ارتداء القفازات والكمامات الطبية فهل يقول سماحتكم بوجوب ارتداء الكمامات والقفازات للحد من انتشار هذا الوباء الفتاك؟ وفي نص إجابته على الاستفتاء قال المرجع الفياض إنه إذا حتمل ذلك وجب عليه شرعا ارتداء الكمامات والقفازات ألا ترى إرشادات الأطباء الاختصاصيين واللجان المختصة والمراكز الصحية الإقليمية والعالمية وخلية الأزمات واللجان الأمنية والحكومات في جميع أنحاء العالم بأن الوقاية خير من العلاج ومع ذلك كيف يشك في وجوب ارتداء القفازات والكمامات فإنه واجب شرعا بل هو من أشد الواجبات في الشريعة المقدسة وواجب إنساني واجتماعي أو كيف يشك في الحفاظ على النفس والعائلة وغيره وأي عاقل يشك في ذلك؟ اعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينسي ستولتنبرغ العراق خط الصد الأول ضد الإرهاب العالمي مقدما ابتنانه العالي للقوات العراقية التي دحرت الإرهاب بالنيابة عن جميع دول حلف الناتو وقال ستولتنبرغ في تصريح متلفز أن العراق هو خط الصد الأول العالمي في محاربة الإرهاب وتواجدنا في العراق هو لرد الجميل ومساعدة القوات العراقية في دحر الإرهاب مضيفا أن القوات العراقية قدمت التضحيات في حربها ضد الإرهاب وأن داعش الإرهابي لم تهدد العراق فحسب بل هددت جميع دول الحلف وأوضح أمين عام حلف الناتو أن وجودهم في العراق ليس قتاليا ولا توجد أي نشاطات عسكرية سوى التدريب والمشورة للقوات المسلحة العراقية في حربها على الإرهاب قررت السلطات السعودية تنظيم أداء مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة جدا بسبب استمرار جائحة كورونا وذكرت وزارة الحج السعودية في بيان أنه في ظل استمرار هذه الجائحة وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية والتنقلات بين دول العالم وازدياد معدلات الإصابات عالميا فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين بأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة ونقلت الوزارة أن هذا القرار تم اتخاذه حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على النفس البشرية هذا وأعلنت منظمة صحة العالمية في الحادي عشر من آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباء عالميا داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته جددت منظمة العفو الدولية إدانتها لشطب الأمم المتحدة اسم التحالف السعودي على اليمن من القائمة السوداء التي تضم منتهكي حقوق الأطفال وقالت المنظمة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريش شطب التحالف بقيادة السعودية من لائحة قتل وتشويه الأطفال رغم أنه قتل وشوها مائتين واثنين وعشرين طفلا في اليمن عام الفين وتسعة عشر فيما نشرت المنظمة مقطع فيديو لطفل يمني يزور أشقاءه الشهداء هذا وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت الاثنين الماضي تقريرا بشأن الانتهاكات ضد الأطفال والصراعات المسلحة لعام الفين وتسعة عشر خلا من اسم التحالف السعودي الذي ينفذ غارات يومية على اليمن منذ مارس عام الفين وخمسة عشر الخبر الأخير قتلت حركة طالبان الإرهابية مائتين وواحدا وتسعين عنصرا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية خلال الأسبوع الماضي وذلك حسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير متهما المتمردين بإطلاق موجة من أعمال العنف قبل محادثات محتملة وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل أن الأسبوع الماضي كان الأكثر دموية في تسعة عشر عاما من النزاع حيث نفذ الطالبان أربعة واثنين وعشرين هجوما في اثنتين وثلاثين محافظة خلال الأسبوع الماضي ما أدى إلى مقتل مائتين وواحد وتسعين عنصرا من قوات الأمن الأفغانية وإصابة خمسمائة وخمسين آخرين بجروح وأن التزام طالبان بخفض العنف لا قيمة له وأفعالهم تتعارض مع أقوالهم عن السلام مشاهدين نهاية الحصيلة هذا تذكير بأهم العناوين المراكز التابعة للمرجعية الشرازية في مختلف ربوع العالم تحيي الذكرى الأليمة لاستشهاد الإمام الصادق عليه السلام وفد من مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية يلتقي قائد عمليات كربلاء ويبحث معه الجهود الأمنية لحماية المدينة والتصدي لجائحة كورونا أمين عام الناتو يؤكد أن العراق خط الصد الأول ضد الإرهاب العالمي ويشيد بجهود القوات الأمنية العراقية بسبب كورونا السعودية تقرر تنظيم أداء مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة جدا مشاهدين ختام الحصيلة شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء اللهم عجل وليك الفرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة